أهلا بك فردوك وناس معكم أحمد عمر فيديو النهاردة عن أحسن عشر مكملات لأي رياضي إيه هي أحسن المكملات اللي هما بينصحوا بيها الرياضيين وإمتى ياخدوها وأي كمية أو أي جرامات ممكن تتاخد أو الكمية اللي هي المثالية لها فهنقول المكملات هنقول لناخدها إمتى قبل التمرين بعد التمرين مع الوجبات ولا إمتى وهنقول كم جرام بالضبط إحنا محتاجينه فأول حاجة أتقال في الكتاب ديت هي الأوميجا 3 الأوميجا 3 هايلة بالنسبة للإنسولين سنستيفيتي أو حساسية الإنسولين مفيدة جدا للعقل ومفيدة جدا للريكوفري والخلايا تحت الجسم عموما كلها فالكمية اللي كان بنصح بيها كانت 1 جرام كل جرعة 3 مرات خلال اليوم تاني حاجة أذكرها هو مكمل بيتهاجم كتير جدا اسمه البي سي دابل اي ناس كتير جدا بتهاجمه ولكن هو مهم أحيانا يعني أحيانا بيكون مهم بالذات للناس اللي هي بتتمرن تمرين طويل وتمرين تقيل وفي نفس الوقت الصعرات بتاعتهم بتكون قليلة والصعرات بتاعتهم مش بكفية التمرين اللي هما بيتمرنوه ساعتها البي سي اي بيكون مكمل مهم مش بيكون اوبشن لا هو فعلا بيكون مكمل مهم وبيعمل معهم فرق جدير جدا لما بياخدوا بي سي دابل اي بيكونوا مركزين أكتر في التمرين بيعرفوا ان هما يزودوا لود أكتر أو حملة أكتر خلال التمرين بتاعهم المكمل اللي بعديه هو الكرياتين طبعا الكرياتين انا مش بيحتاجها سبت انها فعال الكرياتين عموماً بيتعامل من أحماض أمينية الجسم بيعرف ينتجه من أحماض أمينية اللي هي الأرجينين والجليسين والميثيونين ولكن بيبقى موجود بصورة جاهزة في اللحوم بيبقى موجود بصورة جاهزة برضو في المكملات بدل ما الجسم لسه ينتجه فأنا بديهوله بالصورة الجاهزة ده بيكون فعال جداً ده بيزيد الباور خلال التمرين بيخليني إن أنا أزيد الأحمال أكتر فمفيد جداً خلال الفترة اللي أنا بتمرن فيها لزيادة القوة يعني هلأ الوزن اللي أنا بعمل به خمس عدات بعمل به ست عدات أو بعمل به سبع عدات لو بتمرن تمرين فيها باور وفيها سرعة برضو هيخليني أنا أزيد الباور أو أزيد السرعة فبيكون حلو جداً خلال الفترات دي كمية الكرياتين اللي كان بنصح بيها وكان بنصح بالكرياتين HCL مش المونوهايدريت ال HCL تحتاج طبعاً كمية أقل بكتير من المونوهايدريت يعني المونوهايدريت لو أنت بتاخد خمسة جرام فال HCL انت محتاج بس هو جرام ونص بتحتاج كمية أقل لأنه هو امتصاصه أحسن ومع ذلك في الأداء الرياضي مش يكون فيه فرق بين الاثنين بس أنا حالياً بفضل ال HCL لإني هاخد كمية أقل من الثاني اللي هو المونوهايدريت السابليمنت اللي بعده هو الزي إم إيه اللي هو الزينك والماجنيزيام وفيتامين بي سيكس دولة كلهم مع بعض ده جميل جداً ده بيتاخد بالليل قبل النوم بساعة بيساعد على النوم بيساعد على الاسترخاء بيساعد الجسم أنه ينتج تستسترون المكمل اللي بعده هو الكافيين الكافيين ده بيحفز الجهاز العصبي بيزيد الأداء الرياضي بيزيد الأداء الزهني حلو جداً قبل التمرين وحلو جداً قبل البطولات أو قبل المطشات الناس بتاخدوا قبل البطولة أو قبل المشن يكون مركز أكتر عشان الأداء بتاعه يكون أحسن الكمية اللي كان بنصح بها هي من 50 ل 200 ميلي جرام من الكافيين طبعاً مفيش حد يزود عن 200 ميلي جرام أبداً في الجرعة الوحدة للأسف فيه بريوركاوتس مكملة اللي هي قبل التمارين بيفيها أكثر من 200 ميلي جرام صراحة ده خطر يعني مفروض أن الجرعة الوحدة الكافيين ما تزدش أبداً عن 200 ولو أنت جسمك مش متعود على الكافيين فممكن يستجيب من جرعة أقل بكتير السابلمنت المكملة بعده اسمه التيروسين ده برضو بيحفز الجهاز العصبي زي الكافيين بيساعد على إنتاج الدوبامين اللي هو الناقل العصبي اللي بيخليني أنجز أي حاجة اللي بيخليني أروح أتمران اللي بيخليني أروح أصور الفيديو ده اللي بيخليني أن أنا أعمل أي حاجة مفيدة في حياتي المكامل اللي بعده اللي هو الألكرنتين وخاصة الأسيتاص للكرنتين ده هو مفروض أنه مفيد لحرق الدهون ولكن عشان تستفيد منه فعلاً في حرق الدهون فانت بتاخد كمية كبيرة جدا فايدة الالكرنتين اكتر بكتير من موضوع حرق الدون فايدة الالكرنتين انه هو بنشط المستقبلات بتاعة الاندرجين من ضمن الاندرجينيك هرمونز هي التستستيرون فاحفز خلايا الجسم انها تستقبل التستستيرون فالتستيرون اللي انا بنتجه بيكون فعال اكتر الجوارة بتاعت الكرنتين بتكون من جرام لحد 3 جرام 3 جرام اشافه كتير شوية لكن على حسب لو حد عايز يخسر دون ممكن ياخد 3 جرام فهي من 1 ل 3 جرام بتكون قبل التمرين تقريبا بساعة او بتكون بين الوجبات او بتكون الصبح بدري ممكن تقسمهم حتى على خلال اليوم مفيش مشكلة الكمية دي كلها لان الحباية بيكون فيها حوالي 0,5 جرام او 500 ميلي جرام المكامل اللي بعده اللي بنصح به هو البيتا الانين ده هيبقى من جرام ل 3 جرام في اليوم ولكن بيكونوا متقسمين على مدار اليوم مش بيكونوا على مرة واحدة مش بيكونوا في جرعة واحدة بقسمهم مع الوجبات بتاعتي واحاول برضو ان انا خلي جرعة منهم او دوز منهم تكون قبل التمرين ده برضو هيكون كويس ده بيساعد على التحمل ده التمرين بتاعك فيها عدد كتير وفيه مجهود متكرر كتير جاري كتير وبتوقف وبتجري تاني وهكذا فالمجهود المتكرر ده البيتا الانين بيساعد كتير جدا على زيادة المقدرة على اداء المجهود المتكرر المكمل اللي بعده هو الجلوتامين الجلوتامين من اكتر المكملات اللي انا بحبها فوائده الصحية اكتر بكتير من فوائده العضلية مفيد جدا لجهاز الهضمي والجهاز المناعي وهي الابل للنوم بيقلل الكورتيسول واحسن ثلاثة وقات انا قلتهم قبل كده هو الصبح بادري على الريق ده عشان الجهاز الهضمي وعشان المناعة بعد التمرين ده عشان الريكافوري قبل النوم ده علشان يقلل الكورتيسول فحناو احسن وريكافوري بتاعها هيكون احسن المكمل اللي بعده هو التورين التورين ببقى من جرم لاتنين جرم دوت مش ضروري قوي ولكن لو حد حساس قوي من الكافيين ومن التيروسين والحاجات دي الإللي بتحفز الجهاز العصبي التورين بيعمل للعكس التورين بيهدي الجهاز العصبي ده ممكن يكون حالو بعد التمرين عشان الواحد يسترخي بعد التمرين أو ممكن يكون حالو قبل النوم وبينصح من جرم لاتنين جرم في اليوم فأتمنى كل يكون استفاد سحط الرابط بتاع الكتاب في الشرح لو حد عايز متابعة�� بخصوص ترتيب المكملات والدايت فالرابط في الشرح او لو حد عايز برنامج جاهز مدته 3 شهور يعمله في الجيم الرابط في الشرح وموجود برضو برنامج نفس الكلام 3 شهور بس في البيت